الجيش الوطني يؤكد وجود تدخل تركي قطري مباشر لصالح الميليشيات في ترابلس المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أعلن أن تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان منذ بداية انطلاق عملية طفان الكرمة يعني منذ بداية اربعة اربعة ونحن نتحدث عن تدخل تركي قطري اجذبي في مدينة ترابلس لصالح الميليشيات الارهابية هذا الوجود وهذا التدخل وصل إلى أن تركيا تدخل في المعركة بشكل مباشر بجنودها بطائراتها بسفنها من البحر بكل امدادات تصل الآن إلى مصراتها وطرابلس وزوارها بشكل مباشر المسماري قال إن الجيش الوطني أصدر أوامر للقوات الجوية باستهداف أي طائرة تقلع من سفينة تركية كما هدد المسماري باستهداف أي جهة تتعامل مع الأتراك القوات الجوية أصدرت لها الأوامر بأن تستهدف أي هدف تركي أي طائرة تقلع من سفينة تركية ستم تدميرها أي نقطة على الأرض تتعامل مع الأتراك سيتم استهدافها كذلك أكد المسماري أن السلطات الليبية ستلقي القبض على كل تركي يوجد على الأراضي الليبية وذلك ردا على التدخل التركي في ليبيا الأتراك الموجودين في ليبيا القبض على أي تركي متواجد على الأراضي الليبية القبض على أي تركي لأن إساءة أردوغان ثرت كل الليبيين وبالتالي أي تركي يجب أن تحمل المسؤولية اتجاه هذا الحدث الإجراءات التي أعلنها المسماري رافقها إعلان الجيش الليبي تحقيق مكاسب على الأرض وتمكن قواته من صد ميليشيات طرابلس ومنعها من التقدم إلى منطقة السبيعة التي تعتبر أحد الخطوط الأمامية للجيش الليبي جنوب العاصمة كما أكد الجيش الليبي أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في معداتها وأفرادها وأن القوات المسلحة طاردتها داخل منطقة العزيزية جنوب طرابلس وأضاف الجيش أن قواته أسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيات طرابلس على أحد المحاور في جنوب العاصمة ويعتبر جنوب طرابلس أحد أهم مناطق الاشتباكات بين الميليشيات والجيش الوطني